هل تعتقد أن الجيش الأوكراني اختلف وضعه مقارنة بالعام الماضي؟ اليوم نرى أوكرانيا وكييف قادرة على الدفاع عن نفسها بقوة تتصدى لأغلب الصواريخ الخطرة الروسية طائرات المسيرة الإيرانية لم يكن هذا الحال مثل العام الماضي هل تعتقد أوكرانيا وجيش الأوكراني تحول إلى عقبة أمام الجيش الروسي حتى بعد انتهاء هذه الحرب؟ نتحدث عن المستقبل نتحدث في العشر سنوات القادمة هل أوروبا تمكنت من خلق جيش أوكراني قادر على التصدي لأي عمليات عسكرية خطرة ممكن أن تؤدي إلى تغيير النظام في كييف في المستقبل؟ نعم ما من شك لدي بأن أفضل جيش أرضي الآن في أوروبا هو الجيش اليوكراني هذه المعارك والبقاء بعدها صعب جدا المقاتلون هناك محنة نكون أوضحوا أنفسهم على هذه الشاكلة وأثبتوا أنفسهم ضد الروس وانضمامهم إلى النيتو يعني بأنهم جزء من حماية الحدود الشرقية فإذا تجاوزوا فعلا توقعات الجميع الجميع آمنوا بأنه بعد يومين الجيش اليوكراني والرئيس اليوكراني سوف يهرب من البلاد والجيش سوف يستسلم وينهزم وروسيا ستسيطر عليه تماما والآن نحن بعد 16 شهرا لا زالوا صامدين ولا زالوا يهزمون أكبر جيش خارج الصين في القارة الأسيوية الأوروبية ورغم أن عددهم أكبر منهم بكثير ولكنهم صامدون فنعم يوكرانيا هي الجيل الأول من هذا الجيش القائد الذي ليس له القدرة الدفاعية فقط وإنما أيضا المساهمة كجزء من التحالف النيتو ترجمة نانسي قنقر